انا روحت متضايقة جدا جدا ومش قادرة اشوف زكر قدامي جوزي بيكلمني في التلفوط وقفل دلوقت انا مش قادرة خليها نبعد عن الشرع عشان انا ليا تصريح كده من كم يوم وان فيه ناس كتيرة زعلت مني ودخلت الشرع في الموضوع وانا ماليش علاقة بالشرع انا كمي لا اقبل اكون زوجة تانية ماي انت طلع طبعا دايما شوفنا ام وانت ام في الحقيقة اه فكرة ان دايما فيه ممثلات اول ما يتقلهم ان فيه دور ام في الدراما بيجيبوا وراه ويقولك انا مش عايزة اكبر فادواري وانا ماشي طبعا انت بتفكري بالتفكير ده لا خالص بالعكس انا اصلا في بداياتي عملت ام هيسن محمد وانا كان عندي حاجة وعشرين سنة فدلوقتي يا لا عادي بالنسبة لي وبس كان موضوعا مشاعر جديدة بقى ان ام وابنها تخطف منها وبتدور عليه طول الوقت فده كان مرهق وعندي مرحلة كمان انا مش عارفة الولد عايش ولا ميت الناس هتشوف يعني فهو ده كان مرهق بس بالنسبة لي لانها مشاعر اهرز يدي عن اللزوم وكنت طول الوقت اللي هو ايه بعد الشرع لا اولادي ربنا خليه اولادي فاهم كده كنت بتروحي بالشخصية البيت اه مرة مرة واحدة حصلت معايا في مشهد في الحلقة الستة يا الستة يا السبع على ما اعتقد اه مشهد صعب جدا بيني ومحمد رمضان آآ بجد انا روحت متضايقة جدا جدا ومش قادرة اشوف زكر قدامي فجوزي بيكلمني في التلفوط وقفل دلوقت انا مش قادرة وفضلت من كتر ما المشهد اثر فيها جدا وكنت بموت 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 يعني كان هو المرة دي الوحيدة وعد كده ما اخسرتش تاني آآ يعني هو ده بس كنت مكتئبة جدا جدا يعني منه وحتى اتكلمت مع استاذ محمد سامي وقلت له بعد ما قال لي كل الكلام ده لازم يصالحني بعدها لازم يقول لي كلام كويس وفعلا ده حصل سوريا شبهك في ايه ده ما خفيف بس ده الحاجة الوحيدة لكن كل حاجة فيها مش شبهة مختلفة آآ انا مش بالتسامح قوي ده ومش بالسلبية دي كده وهي يعني مستسلمة وسلبية وقبل ان هو يتجوز عليها التانية والتالتة والربعة فكرة ان انت تلعب شخصية مختلفة عنك ده بتحبيه ولا بتحبي يكون الشخصية فيها نقطة شاوب كده بابعينك لا خالص احب تبقى الشخصية ما فيهاش اي حاجة مني جدا هو ده اللي يستفزني اكتر انت بتعتبر ان فكرة هي جانة الزوجة الاولى وبعاك هو تجوز التانية والتالتة والكلام ده كله بتعتبر فكرة زواج الزوج على امراته الاولى الخيانة ولا حق الشرع اللي بيجده بص اولا خليها نباد عن الشرع عشان انا ليا تصريح كده من كم يوم وان فيه ناس كتير زعلت مني ودخلت الشرع في الموضوع وانا ما ليش علاقة بالشرع مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وان خفتم الا تعدلوا فواحدة انت بتتكلم عن تصريح مونزاكي لا اتكلم التصريح انا قلتك كنا بنعمل كواليس المسلسل فانا قلت اللي تقبل تبقى زوجها تانية غبية ممكن يكون بس يعني كنت لسه صورية وقتها لاني كنت حتى بلبس الشخصية فالكلمة طلعت مني عفوية مش قصدي اشتمها يعني طبعا اكيد ولا حتى قلل كل واحد حر في حياته حر في معتقداته وفي رأيه بس انا بتكلم علي لا طبعا خلينا نشيل الشرع من الموضوع عشان محدش يقولك بس ايه طبعا يا دمين اه انتو بتحرموا وبتحللوا انا بشوف ان حتى ربنا سبحانه وتعالى قال في الاية القرآنية ولن تعدله يعني هو قال انه انت مهما حاولت تعدل مش هتعدل هيبقى قلبك بيميل لوحدة اكيد لا هتعدل ماديا ولا هتعدل عاطفيا او لو عرفت قصدي تعدل ماديا عمرك ما هتعدل عاطفيا ابدا فعشان كده ربنا قال ولن تعدله فواحدة خلاص ربنا قال لنا كده هو ادي الشرع اللي انتو بتتكلموا عليه وانا اصلا ما جبتش سلت الشرع في حاجة ومش عايز اجيب حتى سلت الشرع اذا كان حرام ولا حلال ولا الكلام ده بس انا بشوف اصلا ان الحالات اللي ينفع الشخص يتجوز زوجة تانية مثلا ان اللي قدر الله تكون مراته ما بتخلفش عندها مشكلة ما فيبقى بالتراضي كمان ان الست دي هتقبل تعيش الحياة التنفسية الصعبة دي ولا لا فدايما فهو ده وجهة نظري الصراحة لكن انا كمان لا اقبل اكون زوجة تانية تمام ولا اقبل تكون لي زوجة تانية خالص فده مرفوض بالنسبة لي تماما انسانيا وعاطفيا وكل حاجة فلكن انا يعني موضوع صورية ده لا صورية طبعا قبلت وسكتت وعاشت ورديت ده موضوع